هفوة أمنية خطيرة بMicrochip ASF بتعرض أجهزة إنترنت الأشياء أو IoT لخطر تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد تم الكشف عن صغرة أمنية خطيرة بشركة Microchip Advanced Software Framework أو ASF ويلي إذا تم استغلالها بنجاح ممكن تؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد الصغرة التي تحمل رقم CVE202464.0 أخذت CVSS score 9.5 على 10 وصفيت أن الصغرة ناتجة عن استاكبات برمجية خطيرة بالأسف بسبب لاك في إنترنت الإنترنت وبحسب الكواردينيشن سنتر يترك برمجية برمجية خطيرة من المواصر على اسف الحكومة التي ستسمح لإمكانة برمجية المواصر لتعرض رقم DHCP مواصرًا برمجية خطيرة برمجية خطيرة التي تحتاج إلى إمكانة خطيرة ومع هذه المواصر لا يتشاكل ويقوم بإمكانة برمجية في إنترنت الإنترنتي أخذت CVSS أنه تمكن أن تبين بكثير من الأماكن حول العالم المشكلة بالتحديد تأثر على ASF 3.520.25.74 وكل الفرسيونات التي قبلها وحذري تصيرت أن العديد من مشتقات صفتور تيني دي HCP ممكن تكون عرضة لنفس الصغرة والمشكلة الكبيرة أنه حالياً لا يوجد أي مختلفة لتحقيقها أو حتى تحقيقات لتحقيق هذه المشكلة إذا كنت تكون تحقيق هذه المشكلة، ستكون تستبدل تحقيقات دي HCP مختلفة لتحقيقات مختلفة لتحقيقات مختلفة وإجاء التطور، تتحدثت سونيكوالكاتشر لابز عن صغرة خطيرة من نوع Zero Click بتأثر على الواي فاي من ميديا تيك ويلي رقمه CVE-2024217 ويلي أخذت CVSS كورد 9.8 على 10 وهالصغرة تستبدل تحقيقات مختلفة لتحقيقات مختلفة لتحقيقات مختلفة لتحقيقات مختلفة مختلفة تحتاج إلى مختلفة إصدارات مدية تصدرات معدقات مدية تحقيقات مدية تكسرات باستمتعات 6.4.0.1 وكل شيء قبل ويوجد أيضاً توجد الـ OpenWRT 19.06 و 21.02 وإذا أردنا لأننا ترجم هذه التطورات، يمكننا أن نقول أنه عدد ضخم ومتنوع من الأطلاف بخطر، أيضاً الراوتر أو صمارات المنظمات هي المسلمة بسيطة بسيطة بفلو كبيرة في الواقع المنظمات بسيطة ورقة القائمة حتى تنحط للمشيطة مواري المنظمات بسيطة 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 وقالت لها المساعدة من ميديا تاج في مارس ٢٠٢٤ حتى تتعب في المستقبل المستقبل وقالت مع المستقبل المستقبل من المستقبل 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 التي كانت موجودة مستقبل في ٢٠٠٠٠٠٠٠ هذا كانت الـ السيبر سيكوريتي نيوز إذا حبيتكم هذه الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وأنا أرجع أرى كل الفيديوهات الثانية